اشتركوا في القناة وسبب الدمار وانه الاربعطعش سنة اللي مرت كانت فترة مراقبة ورصد وهنات جمعية العمومية دعت الى اجتماع طارق للتصويت على السيد رعد حمودي اذ طرح الثقة عنه وخلال التصويت تخيلنا انه المعارضين راح يكون لهم صوت مسموع بارجاء القاعة لكن الصدمة الجميع تخلى عن الرئيس وهنات صدر المشهد السيد النائب اللي ظهر في مؤتمر صحفي نصب من خلال نفس الرئيس القادم وراحب سياق كلامه يتوعد رؤساء الاتحادات بنزال اقصى العقوبات في حال عدم لبس البدلة الرسمية وكأنما مشكلة الرياضة العراقية الازلية هي هندام الرؤساء ورسالتنا بتقرير اليوم بها شقين الشق الاول للرئيس الجديد مفادة ترى صناعة البطل الاولمبي تحتاج الى مشروع متكامل ورؤية مستقبلية لا للخطابات اللي تظهر اشبه في فض مجالس والشق الثاني من الرسالة للحاشية فبعد كل هذا الاهتمام بالسيد الرئيس الجديد اللي ما شاء الله صوره واخباره متصدر اسواق وملصات التواصل الاجتماعي اذكرت مقولة للعالم الراحل الدكتور علي الورد يقول بيها ان الحاشية التي تحيط بالحاكم تستطيع ان تجعل الاسود في عينه ابيض فاذا هاج الناس يريدون خبزان قالت الحاشية عنهم انهم يريدون البقلاوة والله من وراء القاصد اشتركوا في القناة